التقدم في صعدة يعني الضربة في عمق سيطرات الميليشيا وبحسب المعايير العسكرية فإن التأثير لا يقتصر على جغرافيا المواجهات هنا وحسب بل يمتد إلى كافة الجبهات فعادة ما تلجأ الميليشيا إلى سحب مقاتليها والدفع بهم إلى معقلها الرئيس وذلك له تداعيته السلبية على الانقلابيين الذين يتكشف ضعفهم كلما زاد عدد المناطق المشتعلة خلال أشهر منذ دخول صعدة على خط المواجهات تمكنت قوات الجيش من التقدم في محورين من جهة البقع ومن جهة باق في الناحية الشمالية من المحافظة وفي جديد المعارك هناك فقد تمكنت وحدات من اللواء 102 مشاة من التقدم والسيطرة على جبل الشعير والتبة السوداء التي كانت قد خسرتها في الفترة الماضية المواجهة كانت مكلفة بالنسبة للميليشيا التي خسرت العديد من عناصرها بحسب المصادر الميدانية هنا تبدو الجغرافيا صعبة وقاسية علاوة على كميات الألغام التي زرعتها الميليشيا على امتداد خارطة المواجهات لكن تلك العراقيلة عادة ما تتحطم أمام صلابة المقاتلين الذين يتعاملون مع ظروف المعركة بحنكة وبسالة لا تقتصر الأهمية الميدانية لصعدة من كونها المعقل الرئيس للميليشيا بل هناك بعد آخر يتمثل بموقعها الجغرافي على الحدود مع المملكة العربية السعودية وذلك بحسب قبراء يفسر شراسة المعركة حيث تسعى قوات الجيش إلى تخليص كامل الشريط الحدود الذي تستخدمه الميليشيا في توجيه هجماتها الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية موسيقى